وقه وزير الخارجية الأمريكي بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرينيا بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية العسكرية إلى أوكرينيا إلى 1.2 مليار دولار موضحا أن هذه الحزمة ستشمل مزيدا من المساعدات الدفاعية لمساعدة أوكرينيا على مواجهة التهديدات المضرعة والمحمولة جوا وغيرها من التهديدات التي تواجهها أعلنت وزيرة الخارجية البريثونية لستروس أن المملكة المتحدة أرسلت شحنة مساعدات إنسانية إلى مولدوبا للأوكرينيين الفرين من الهجوم الروسي على أوكرينيا ويذكر أن نحو 280 ألف لاجئ أوكريني عبروا الحدود مع مولدوبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي الفريق أول ميخايل ميزينتسيف أن روسيا أوصلت بالفعل 1935 طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرينيا ونفذت 237 مهمة إنسانية وقال ميزينتسيف إن روسيا اقترحت أمس عشرة ممرات إنسانية من كييف وتشرنيغوف والسومي وخاريقوف وماريوبول بينما أضافت أوكرينيا ممرات أخرى بتجاه جوتومر أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير مركز ميداني للقيادة التابعة للقوات الأوكرينية في ضواحي العاصمة كييف باستخدام قذيفة كراس نابول عالية الدقة كما أعلن الجيش الروسي إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرينية عن الخدمة وتدمير نحو مئة طائرة ومئة وثمانية وعشرين مسيرة أكد وزير البترول طارق الملة أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرينية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر وانعكس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في مختلف دول العالم خاصة أسواق البترول والغاز العالمية كما شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة وارتفعت ارتفاعا كبيرا كاد أن يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة أدانت مصر بأشد العبارات الهجومة الإرهابية الذي استهدف مدينة أربيل العراقية بمجموعة الصواريخ الفاليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم الذي أصفر عن بعض الخسائر المادية مؤكدة وقوفها التام بجانب العراق الشقيق ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره نفت الحكومة وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية بالجمهورية تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كرونا مشددة على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية كذلك أدوية الطوارئ وتوافر مغزون استراتيجي كافا من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التامين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية اشتركوا في القناة